شهران كاملان من المحادثات غير المباشرة بين الحكومة والانتقال الجنوبي المدعوم من الإمارات لعبت فيها السعودية دوراً بارزاً مصادر حكومية ودبلوماسية أكدت مراراً أن الطرفين قد وقع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق الذي ضمن إنهاء التوتر في عدن وما تبقى فقط هو الإعلان الرسمي ما بدى مؤكداً هذه المرة أن الانتقال الجنوبي خاض حرباً مدمرة في عدن غير محسوبة العواقب وأبرز مكاسب الانتقال تمثلت بأن يحوز مقعداً في الفريق المفاوض لمشاورات السلام حسب مسودة اتفاق سربتها وكالة الأنضول المسودة ضمنت تشكيل حكومة كفاءات سياسية بأربعة وعشرين وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية خلال مدة شهر أكد الاتفاق على تفعيل دور سلطات ومؤسسات الدولة وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية بالإضافة لإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بين الأطراف وتعيين محافظين جدد للمحافظات الجنوبية الأمر الأكثر أهمية هذه المرة أسماح للرئيس هادي بالعودة إلى عدن للإشراف على تشكيل الحكومة التي غادرت عدن مجبرة على وقع المعارك منتصف أغسطس الماضي عسكرياً أقر الاتفاق عودة جميع القوات بكامل أفرادها وأسلحتها إلى معسكراتها في عدن قبل اندلاع الحرب وتجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة خلال 15 يوماً إلى معسكرات تحددها وتشرف عليها قيادات التحالف يستثنى من ذلك قوات اللواء الأول حماية رئاسية الذي يناط به حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات الرئيس وقيادة الانتقال حجر الزاوية في هذا الاتفاق هو ما تعهدت به السعودية فبحسب المسودة فإن الرياضة ستعمل على تشكيل لجنة تختص بمتابعة وتنفيذ كل أحكام الاتفاق الأمر الذي يجعل تحقيقه ممكناً هذه المرة